اشتركوا في القناة فهي علاقات خصبة والمجال امامها واسع ومفتوح لتنمو وتزدهر اكثر لما فيه صالح الشعبين الشقيقين ورحب سموه بانعقاد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة مؤكدا اهمية اجتماعات اللجنة المشتركة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتوطيد اواصل التواصل والتعاون والارتقاء بمسار العلاقات الاخوية الراسخة بينهما على مختلف الاصعيدة هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الرفاع صباح اليوم معالي الشيخ سباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت حيث جرى استعراض افاق التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها اضافة الى بحث ابرز القضايا ذات الاهتمام مشترك على الساحتين الاقليمية والدولية وفي بداية اللقاء نقل معالي الشيخ سباح الخالد الحمد الصباح الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء تحيات اخيه صاحب السمو الشيخ سباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة واخيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ولي العهد واخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهم بموفور الصحة والسعادة لسموه ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار فيما كلفه سموه بنقل تحياته الى اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واخيه سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح واخيه سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح وتمنيات سموه للكويت قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الرخاء والرفاء وقال سموه ان للكويت وشعبها الشقيق مكانة خاصة في قلوب البحرينيين جميعا وان البحرين والكويت تاريخ مشترك وتربطهما قواسم مشتركة واواصل المحبة ووشائج القربة والنسب والاخوة ووحدة الهدف والمصير وانوها بما تحقق دولة الكويت الشقيقة من منجزات تنموية في مختلف المجالات مشيدا بجهود اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دولة الكويت الشقيقة واساماته ومبادراته السباقة في خدمة الانسانية ودعم العمل الخليجي المشترك هذا واشر سموه الى ما تحظى به علاقات البلدين الشقيقين من رعاية واهتمام من قيادتي البلدين بما يجسد رغبتهم الاكيدة في الارتقاء بها وتنميتها نحو المزيد من التكامل والتعاون الذي يغطي المجالات كافة وبما يخدم تطلعات ايضا شعبيهما الشقيقين وعبر سموه عن تقديره لاسامات دولة الكويت الشقيقة في دفع مسيرة التنمية في مملكة البحرين مرحبا بتعزيز الاستثمارات الكويتية في مملكة البحرين واقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تصب في دفع عجلة النمو في البلدين وتعود على شعبيهما الشقيقين بالكثير من المنافع المشتركة هذا واكد سموه ان تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الاشق في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل ركزة اساسية في دعم العمل الخليجي المشترك وتحقيق غايات التكامل والوحدة فيما بينهما ومن جانبه عبر معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت عن خالص شكري وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يبديه سموه من اهتمام متواصل بدعم العلاقات الاخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وما يكنه من سموه من محبة خالصة للكويت وشعبها مؤكدا ان لسموه مكان خاص في قلوب شعب الكويت تقديرا للجهود والاسهامات من سموه في تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين والارتقاء بالعمل الخليجي المشترك تأكيدا على ما يتمتع به سموه من حكمة ورؤية عميقة لتطوير الاحداث وضرورة التعاون والتكامل بين الاشقاء واكد ان العلاقات الكويتية البحرينية تشكل نموذجا ونبراسا للاجيال في مدى عمق ما يربطهما من روابط اخوية وما تتميز بهذه العلاقات من تفاهم وتنسيق عالي المستوى لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين اشتركوا في القناة